مش نتحدث ورخاتر نشموا معاه ريحة المعركة يعني في النهاية صحيح هو جاء من بيروت لكن يمثل طرف أساسي في المعركة ونحن فرحانين برشا وفخورين اللي تونس ساعة تستقبل أولاً تونس بكلها تستقبل ممثلين على المقاومة للناس اللي موجودين في قلب الرحاة وفي قلب معركة أساسية طبعاً زهير مغزير يعطينا فكرة على ملتقة تونس لدعم المقاومة لأنه فما وفود من حميس والجهاد وحزب الله الحاجة اللي فقدتنا تعليق على بالنسبة اليوم للمحكمة هو صحيح المحكمة ساعة خلنا نبدأ واضحين نحن السؤال الموجهين والمستمعين هل ست معناتها بش تصدر هي اللي حكي بش قد عام على الأقل مش مش أكثر مش اليوم بش يتم الحزب ما يتوى شو ينجم يجي يا سم ما فضلت عجل نظر في قضية في قفل شنو ينجم يصير شنو ينجم يصير اليوم أو غدوة هذا بعث يرف إسرائيلي وزارة القضاء العدو خرجت قبيلة بيان قالت فيه اللي يتوقع في أقل الحالات أنه المحكمة تعلن من هنا الغدوة على أنه تدعو للطرف الصهيوني أنها تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى قطاع غزة في أقل الحالات إذا كان مش دعوة ليوقفت لقنار وتبقى الحال هو المحكمة ما عندهيش شرطة وفرقة كذيه ما عنده لتنفيذ معناتها قوانينها وقراراتها وعدد الدول مؤثرة بفيه الولايات المتحدة هي منصحبة أصلا منها أنا نعرف الديبلوماسي أمريكي كان موجود في السفارة في لهاي ثم أصبحوا استاذ قانون معروف في الولايات المتحدة كان مهمته متابعة اللي يصير في المحكمة كيفيش هما ما همش أعضاء فيها نصحبوا ولكن في نفس الوقت يجب ما يعرفوا ش فيها شنو التطورات اللي فيها وشنية القضايا اللي فيها وكل حالة لم في صام الأمريكي في حالقة بالمؤسسة هذي في حال ذاتها بالرغم اللي هي مؤسسة أممية ولهنين جيت أول الأهمية هذي عليش هذي ينجمي مثل الضغط لأنه جزما لهنين تحطوا على طرف أممي ونتحدثوا عليه المسألة ما عادش عرب وفلسطينيين ومتاعي ومتاع كراو أنا من جزء من الموضوع يعني مراش بالضرورة حاجة سلبية في المطلق يلزم فما عرب نورمال ما وفما أسباب عليش ما عنديش علاقة باختيار عندها علاقة في عدد في أغلب الحالات بازطرار لأنه أطراف عربية عدة إما منخرتها في التطبيع وسمعنا سفير أحد دول الخليج يعلن في لندرا اللي يستنيوا بقطبقتيش بشتوفة المعركة بشيستأنفقوا معنا ده مسار التطبيع وفما دول اختارت أنه لأسباب موازين القوانة ما تدخلش في المعركة هذي وفما دولتنا للأسف دي ما قولوا موقف هاية لأعمل ستستين كيف لكن مزارة الخارجية البارح قالتنا نحن ما نشف ندخلوا في الدعوة هذي لأنه نعتبروا هي اعتراف بسرق اللي هي سامحني سيد وزير الخارجية شكون شاور شكون سماعة مع شكون حكاية بش خرجنا موقف كيف نكاية اللي هو ما يجيش كيما موقف عدم التصويت للتحفظ وقت القرار متاع الجمعية العامة على السيس بش ما نعترفوش لأنه أقل من السف نرجعوا تول هذي هو الأقرب موقف رئيس الجمهورية أي ما في حاق في الجميع حالات خرج على وزارة الخارجية أي خرج على وزارة الخارجية في دوقتي أنا بنسل في الوزير الخارجية الرئيس بزينا ما علقش ولو أنه صحيح مستجم مع موقفه بتاعي يقول لك أنا ما نعترفش لكن لهنين تول يعني أنت شوف قديش مهم إقامة الدعوة هذية من دولة جنوب أفريقيا ساعة في حليقة بجنوب أفريقيا مهم نعرفو عليش لأنه مهم نرجعو للتاريخ رأوا جنوب أفريقيا مش كيكا بالصدفة جيتوا لألي أنه كان فما دعم عربي ومن أظمة العربية اللي كانت ضد جستماظ الحركة الصهيونية وكانت مرخرتها في السرع العربي الصهيوني خاصة أن الجزائر والعراق وسوريا وغيرة وأيضا الزعيم الفلسطيني ياسر عرفيت تعليقته كانت بمنديلة حاجة وأصلا قبلوا بشكل خاص عند وفاته يعني ويعتبروا شخصية مرجعية جنوب أفريقيا أيضا في ديوربان في 2001 تم إعلان في المؤتمر الأممي للعالم الثالث ضد العنصرية تم إعلان الصهيونية حركة عنصرية يعني جنوب أفريقيا متبنية ولي سمعتوا اليوم ناس تخدم في خدمة مرتوبة خدمة منظمة فيانة بخلف التقرير متعقدش من صفحة اللي عملوه أما التقديم اليوم اللي عملوه ويمشي مباشرة للهدف شو هو المشكل في حليقة بالموضوع هذا إثبات الجريمة الإبادة هي مسألة النية هل كيفاش تثبت القصد ولا هنا مجموعة الأشياء اللي استعرضوها وخاصة خاصة تصريحات الرسمية هذيك اللي يركزوا عليه والإعلام الإسرائيلي من الأسبوع اللي فاتوا خاصة البارح حالة استنفار كاملة واليوم في النقل المباشر فمشكوني يتبع آه صرا قالوا الوزراء هكا توا هي بيقولوا توا وين فيقوا اللي وزراء متاحهم اللي وردهم اللي وردهم بشكل صريح وواضح واللي الممارسات وليهنى التحية حقيقة للفريق القانوني بتاع جنوب أفريقيا وإنا يظهر لي فهمة خدر دعوات أخرى باش تصير يلزم من الحققيين بالحق يتعلموا من الجلسة بتاعك تتحط الناس وتقرارها وتشوف كيفاش تخدمت اللي بعضها رأوا عملوها محامين ممثلين قانونيين في المجتمع المدني جنوب أفريقي اللي عملوا شكاوة بحكومتهم لكن حكومتهم عاية تتلهم تواق تلهم معي هذي معركة جماعية بتاع الناس يكون في جنوب أفريقيا ذات الترف ولو ما نرجع لضيفنا الأولوية لخليفة